موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مؤشر أميلا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الأسكندرية قلي صالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير لمتابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية كما شدد الرئيس السيسي على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء المحاور الإضافية الجاري إنشاؤها على نيل لما لها من مردود حيوي واقتصادي يتمثل في تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات كما اتلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تم إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع وإلى أخبار البرصة المصرية حيث نتعرف بالرصد والتحليل على أداء سوق المال المصرية التي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين حيث ترجع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة 70 من 100% لينهي التعاملات عند مستوى 9,914.7 نقطة وانخفض مؤشر إي جي إكس هندرد الأوسع نطاقا بنسبة 25 من 100% ليصل إلى 3,048.9 نقطة بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 6 من 100% ليصل إلى 2,134 نقطة وعلى صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البرصة المصرية خلال تعاملات اليوم فقد جاء قطاع العقارات على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 24 و 12 من 10% وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانيا من حيث التداولات بنسبة 19 و 13 من 10% واستقر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغى في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 7 و 7 من 10% هذا وقد ربيحة رأس المال السوق لأسوم شركات المقادة بالبرصة نحو 2.6 مليار غنيها لينهي التعاملات عند مستوى 679 مليار غنيها بعد تداولات وصلت إلى 5.9 مليار غنيها للمزيد من التحليل والتوضيح حول أداء البرصة المصرية اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذة دعاء زيدان خبيرة أسواق المال أستاذ دعاء سر أستاذ نور أعلم بحضرتك بعد هذا التقرير نستعرض مع الأستاذة دعاء زيدان خبيرة أسواق المال أهم ما جاءت بي مؤشرة البرصة المصرية في جلسته اليوم في ثاني جلسات الإسبوع تباين أداء مؤشرات البرصة المصرية في دلالة على اختلاف أداء أسهمها ما بين الهبوط والصعود لدى إغلاق التعاملات البرصة تأثرت بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب قبلتها عمليات بيع قوية من المستثمرين لجانب رأس المال السوقي لأسم الشركات المقيدة بالبرصة خسرة نحو مليارين وستمائة ملايين جنيها لأصل لستمائة وسبعين مليارا وتسعمائة وثمانين مليون جنيها بعد تداولات كلية اقتربت من حاجز الستة مليارات جنيها نحو مليار ونصف المليار جنيه منها تداولات في سوق الأسهم وأكثر من أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون جنيه تداولات في سوق المتعاملين الرئيسيين المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية إيجيك ثيرتي انخفض بنسبة سبعين من مائة في المائة كما هبط مؤشر إيجيك سهندريد الأوسع نطاقا بنسبة خمسة وعشرين من مائة في المائة بينما ارتفع مؤشر الأسم الصغيرة والمتوسطة إيجيك سيفنتي همشيا بنسبة ستة من مائة في المائة وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسم المتدولة حيث هبط واحد وتسعون سهما من مائة وسبعة وتسعين سهما جارت تداول عليها بينما صعد خمسة وأربعون سهما واستقر واحد وستون سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة أهلا بحضرتك من جديد من جديدة تحية بالأستاذة دعاء زيدان خبيرة أسواق المال أهلا بك أهلا بحضرتك سيد دعاء زي حضرتك الحمد لله بورسة المصرية النهاردة كانت تباين في أداء المؤشرات كيف تقرأين جلسة اليوم؟ هو النهاردة كان فيه جني أرباح نبقى لنا فترة تعريبا من دخلين في أسبوعين كان فيه ويفة صعود جيدة فكان فيه جني أرباح النهاردة في السوق لأسهم عمل التارجد كويس يعني في إقتار خمسة في المية تصحيح يعني مش أكتر يعني هناخد جني أرباح لجلسة بكرة إن شاء الله يعني تبقى فرصة للتكوين مراكز شرائية وبعد كده إن شاء الله من جلسة الأربع والخميس ناخد ويفة صعود تانية كان فيه ارتفاعات في الجلسات السابقة وبعدين استقرار وبعدين انخفاضات السوق متزبز بالفترة الحالية لا مش متزبز بها دي حركة الأسوأ يعني السوق الحركة بتاعته السعرية دلوقتي جيدة فيه جني أرباح فيه تبريد مؤشرات وبناخد ويفة صعود يعني ما فيش ويفة صعود بتبقى مستمرة فده صحي بالنسبة للسوق حركة المستثمرين نهاردة فندم شايفها إزاي سواء عرب أو أجانب بس هو النهاردة البيع كان أجانب والشرا كان مصريين وعرب احنا السوق الفترة الأخيرة فيه عودة السقة المستثمر سواء العربي أو المحلي ده أدى إلى دخول سيولة عدة المليار الفترة اللي فاتت ده عشان عودة السقة في السوق مرتين يعني كان عندنا الفترة اللي هي قبل كده قبل شهر كان فيه مشكلة عدم سقة في السوق وكانت وصلت نسبة التداول لحد 300 مليون حاليا بنوصل مليار و2 مليار ده أدى إلى بسبب إيه؟ بسبب عودة السقة في السوق تاني ما فيش تدخلات في الأليات العرض والطلب في حرية زي باقت أسوأ العالم كلها ده أدى إلى دخل سيولة من مستثمرين عرب ومصريين في السوق المصري وده واضح جدا على حركة السوق وعلى حركة المؤشرات والسيولة لدخلة السوق الفترة الأخيرة طيب أستاذ دعاء نكمل مع حضرتك ولكن بعد قراءة هذا الخبر حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشبية وقدم الملك عبدالله الثاني تعازي الشخصية ومواساة الأردن الشقيقة حكومة وشعبا للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري في ضحايا حادث كنيسة إنبابة رحم الله الشهداء نستكمل مؤاشرة نيل معلو السازة دعاء زيدان السازة دعاء كنا نتكلم على مؤشرات البورصة حضرتك قلتلي ان ده شيء طبيعي لجاني الأربعيز تقييم حضرتك للمؤشر التلاتيني مؤشر التلاتيني صحح لحد مستوى 9,270 وقفلنا عن 9,914 تنقع قبل كده عند مستوى 9,733 دي قفلنا موجة هبوط المفرور إن شاء الله بإذن الله خلال الجلسات الأسبوع ده إن احنا نجرب تاني فوق مستوى العشر تلاف عندنا مستهدف فوق 10,280 ده أول هدف إن شاء الله بإذن الله ده بالنسبة للمؤشر التلاتيني هنشوف حرقة سعرية جيدة على مؤشر التلاتيني أخر الأسبوع ده لأن أقلبية السهم وصلت لمنطقة دعوم أساسية في نعكاس هيبقى جيد ودخل سعيد فيها خلال بيت الإسبوع المؤشر السبعيني يا فنم؟ المؤشر السبعيني أفل 2130 مسموح لما نعصحها لحد 2100 ده دعم أساسي فيه هياخد برضو بعد التصحيحة دي ويفت صعود لمستوى 2155 في حركة جيدة في السبعيني أكتر من 30 بسبب تدولات الأفراد وعودة الكاش مرة أخرى نتيجة الثقة اللي هي حصلت في السوق حصل برضو الأسبوع دوات علية جديدة أثرت برضو على السوق بالإيجاب يعني بنشكر عليها سيادة الدكتور محمد فريد عليها إنه هو مفيش تدخلات في القاتة العرض والطلب زي بقية أسوأ العالم دلوقتي يحصل أي تلاعب بيبقى إلغاء العملية فقط وبتنفيذة عكسية غير مؤثرة على الإغلاقات ده أثر بالإيجابة على نفسية المستثمرين والثقة في السوق أكتر يعني مفيش دلوقتي إلغاء عمليات أو وقف أكواد فده كان ليه مرضوض جيد الفترة اللي فاتت دخل جلسة الأسبوع حجم السيولة بالسوق النهاردة التدولات تبلغت 1.5 مليار جليل ده جيد بالزبط والمتقصص الطبيعي جيد في الانخفاضات النهاردة السوق كان فيه على مستعون خفاض فده جيد بالنسبة للسوق المصري بعد الفترة اللي فاتت إحنا قعدنا فترة طويلة بنتدول من 300 إلى 500 مليون وده كان سيء جدا بسبب عزوف أغلبية المستثمرين عن التداول بعدما السقف السوق الخطوات الأخيرة لتخزيتها الرقابة المالية أنه ما فيش إيقافات أو كده أو التغييرات اللي حصلت في الإدارة نفسها ده أثر بالإجابة على المستثمر المصري أسأل حضرتك عن القطاعات القطاع العقاري بيتصدر وده مش غريب على القطاع العقاري إنه هو يتصدر القطاعات شايف ده إزاي وإزاي قادر يحافظ القطاع العقاري على تصدره؟ هو عندنا قطاعين مهمين اللي هو قطاع العقاري وقطاع البتروكيميائيات قطاع العقاري أغلبية الشركات بتاعته عمل نتائج أعمال جيدة جدا ده بتبقى مخزن للقيمة لأي مستثمر عايز يدخل فلوس جديدة في السوق فده بيبقى على المدى المتوسط والطويل استثمار جيد الفترة دي الاستثمار في أسهم البورصة المصرية في الأسهم اللي هي ذاتها قيمة أو عليها مخزون قيمة بالذات أسهم العقارات أو البتروكيميائيات ده بيبقى جيد جدا بتبقى الفايدة بتاعته على المدى المتوسط والطويل جيدة وفيها ربح جيد إن شاء الله نهارده الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء أعلن معدل البطالة أنه استقرى عند 7.2% من إجمال قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 ده طبعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كيف تقرأين تلك النساء؟ ده جيد يعني أنت عندك اللي كان مستوى في التضخم أو البطالة أو أي حاجة كان في شهر سبعة أو أقل تمانية هيبقى فيه هدوء في مستوى التضخم انخفاض لمؤشر اللي هو البطالة فده جيد بالنسبة لفترة دي يعني فيه استقرار الفترة اللي جاية دي يوم الخميس المقبل اجتماع لجنة السياسات النقدية ومن المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة ولكن البعض بيقول أنها تستمر عند مستوياتها كيف تقرأي الاجتماع لجنة وقعتك لك؟ الاجتماع المقبل هيبقى فيه زيادة بس مش كتير يعني من 50 إلى 100 نقطة في الرنج ده ومش هتبقى مؤسرة يعني حاجة بسيطة حاجة طفيفة يعني ومش هتبقى مؤسرة حتى على البورصة لأن انت عندك شعادات اللي هي الـ 14% موجودة فطبيعي اللي هي حتى لو حصل رفع للفائدة فده غير مؤسر يعني في ظل التدخم اللي موجود وفي ظل أسعار أسهم البورصة الحالية أعتقد أن هي يعتبقى استثمار جاية خلال الفترة اللي جاية فهو مش مؤسر قوي على البورصة حتى لو تعمل رفع حاجة طفيفة خلال الاجتماع القادم مع تغيير قيادات سوق المال أعتقد أن هناك تغييرات في البورصة المصرية ده واضح هو واضح على ساقة المستثمر على دخل المستثمرين سيولة جديدة على اللي هي يعني احنا كان لنا مطالب كتير خلال الفترة اللي فاتت كان أول مطلب لها عدم تدخل فائلية العرض والطلب طبعا ده أدى إلى رجوع مستثمرين كتير الفترة دي دخل سيولة جاية في حرقة سعرية المستثمر نفسه على حرقة أسعار الأسهم وحق أرباح جاية الفترة اللي فاتت فكان عندنا أزم الثقة في السوق بسبب التدخل فائلية العرض والطلب لسه فيه لنا مطالب تانية زي الضريبة زي العلمات العشرية جلسة المزاد يعني نتمنى أن الحاجات دي برضو تتحط أصاد الحكومة أنها تبقى فيها تغيير عشان نبقى سوق حر أكتر زي أغلبية برصات العالم ويبقى فيه تدولات يعني مستثمر نفسه متقبل خسارة أو المكسب بس حتة الكارة تدخلات فائلية العرض والطلب دي كان فيها عزوف تامن مستسمئية على المتجرة في البورسة المصرية أو حتى فكرة استثمار نفسها النفط النهاردة أفندم تراجع أكتر من أربعة دولار للبرميل شايفة دا زي؟ النفط نحن قلنا الطب بتاعكم شهر مارس فالحرقة الحالية دي حرقة عرضية فالحرقة بدأ ينخفض آه بيطبقى دايما كان الطب في السلع والمعادن وفي البترول كله دا كان في شهر مارس وحاليا هيأخذين حرقة عرضية مش أكتر يعني انخفاض من خمسة لصعود خمسة في المية مش أكتر لحد بنهاية العام دهب النهاردة تراجع آه مرأكيد ونفس الحرقة العرضية سواء دهب أو معادن أو سلع لا الفطر الفاتد كان النفط بينخفض والدهب يرتفع بتبقى تبع التأثيرات العالمية أو كده بس هي الفكرة في حاجة إن هي لحركة المعادن سواء معادن أو عملات أو دهب ده بيضي بقى حرقة عرضية الفترة القادمة يعني مفيش فيها صعود جامد أو انخفاض جامد معظم سواء الخليج النهاردة انخفضت مع جاني المستثمرين للأرباح ووسط خبوط أسعار النفط أو أرباح جيدة الفترة اللي فاتت دي فأي جاني أرباح بيبقى صحي يعني البرصات بالذات جاني الأرباح فيها بيبقى صحي عشان تاخد عزم للصعود مرة تانية فده جيد يعني اللي هي مفيش انهيارات بس هي بتبقى عملية جاني أرباح بتاخد قوة شرائية بتبرد مؤشرات الأسو فده بيبقى جيد على العماد القصير حتى حركة المستثمرين الأجانب في البورسة فاندم شايفها إزاي خلال الفترة الماضية بس حركة المستثمرين مرتبطة بسعر الصرف وتحيير سعر الصرف هما محتاجين طلبين تحيير لسعر الصرف الشيء معين عشان رجوع تاني لبورسة المصرية ففيه تخارج من أول العام رجوع المستثمر الأجنبي ده حيرتبط بتحيير سعر الصرف وإحنا سعر الصرف عندنا دلوقتي حاليا بيتم تحيير تدريجي يعني ما فيش تعوين أو تعوين جزئي هو تحيير تدريجي فأعتقد أنها مع الوصول سعر الصرف لسعر معين ده حيبقى جازب للمستثمر الأجنبي أنه يعود مع عودة السقة مع عودة هي فرصة استثمارية أن العرب الأول يبتدوا أنهم يقتنسوا فرصة استثمارية في السوق المصري فده يبقى جازب للشراء ليهم بعد فترة بس هي المشكلة في سعر الصرف وده وضح على حركة سعرية البنك التجاري الدولي هو الحاجة الوحيدة السهمي الوحيد المتأثر بالسالم نتيجة مشكلة سعر الصرف توقعتك لجلسة بكرة إيه فا جلسة بكرة عرضية في هبوط في الأول حاجة طفيفة وبعد كده هتوقف رصة شرائية للناس اللي هي عايزة تقاول مركز شرائية هنأخذ بعدها ويفت صعود تانية إن شاء الله أستاذة دعاء زيدان خبير أسواك الماء بشكرك شكرا شكرا لحظة شرفتين ونورتين أهلا بيك شكرا لحظة مشاهدين الكرام دي كانت حلقة النهاردة في مؤشر أنيل غدا بإذن الله حلقة جديدة دونتم في أمان الله شكرا لكم